الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الذلل وأفاض سبحانه عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له ولا مثيل له سل آدم من الذي خلقه وسواه ثم تاب عليه بعد المعصية واصطفاه وسل نوح من من الطوفان نجاه وسل يعقوب من رد إليه عيناه وولداه وسل يونس من من بطن الحوت نجاه وسل عيسى من أنطقه في المهد فقال إني عبد الله وسل محمدا من في الغار رعاه إنه الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا عباد الله محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناظر في السنة يجد الأحاديث قد تكاثرت في وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم وأن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تفوق كل حب من حب النفس والوالد والولد والمال والأهل والناس أجمعين ففي حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر فحب العبد لنفسه أو حب الشخص لنفسه حب طبع وحبه لغيره حب اختيار يقول ابن حجر إن عمر رضي الله عنه تأمل ونظر فوجد أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون أعلى من حبه لأنه سبب في نجاة نفسه من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة ولذلك نطق عمر رضي الله عنه في الحال بأن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فاق حبه لنفسه هكذا لابد أن يكون العبد وتجد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وتجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد لا يؤمن أحد لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين فلابد للعبد أن يعلو في قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لينتبه فقد أتى الوعيد والتهديد لمن فاق أي شيء في قلبه حب الله وحب رسوله قال الله سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال ابن كثير عليه رحمة الله فتربصوا انتظروا ما يحل بكم من عقابه ونكاله بل قال الحسن ومجاهد حتى يأتي الله بأمره بعقوبة آجلة أو عاجلة والإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول في الآية دليل على وجوب محبة الله ورسوله وأن ذلك لابد أن يفوق كل محبوب وأن ذلك لابد أن يفوق كل محبوب بل حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ثمرات فمن الثمرات التي يجنيها العبد من حبه لله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينال محبة الله إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ينال محبة الله وتغفر له ذنوبه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هكذا لابد أن يعلو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلب كل مؤمن بل من الثمرات أن يجد العبد حلاوة الإيمان وهو أن يستلذ بالطاعة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلابد أن يحب الله ورسوله أعظم حب بل خذ هذا الأمر العظيم أن من أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه في الآخرة تجد في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما عددت للساعة فقال الرجل حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك مع من أحبت انظر لأنس اسمع كلام أنس يقول فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك مع من أحبت يقول أنس فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم وإن لم أعمل بعملهم وفي حديث عبد الله بن مسعود يأتي رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله يا رسول الله كيف تقول في رجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب أي في الجنة فهكذا لا بد أن تنظر إلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبك إلى أي حد قد وصل هذا الحب بل إن الصحابة رضوان الله عليهم قد ضربوا أروع الأمثلة في ذلك فانظر إلى طلح بن عبيد الله رضي الله عنه يقول طلح في غزات أحد كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناحية يقول طلح وكنت مع رسول الله وأحد عشر رجلا من الأنصار فإذا بالمشركين يلاحقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي من للقوم فقال طلح أنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنت فقام رجل من الأنصار فقال أنا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت فإذا بالرجل يلقى المشركين يقاتلهم قتالا شديدا حتى قتل والمشركون يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من للقوم فقال طلح أنا فقال النبي كما أنت فقام أنصاري فقال أنا فقال له النبي أنت فذهب فقاتل حتى قتل وهكذا حتى قتل الأحد عشر رجلا كل يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بروحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم ولم يكن معه إلا طلح فقال طلح أنا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت فإذا بطلحة يقاتل المشركين حتى يضرب على يده فتقطع أصابعه فيقول حسي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كلت بسم الله لرفعتك الملائكة في السماء والناس ينظرون قال هذه الكلمة لما ضرب وقطعت أصابعه ووجد الألم فهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن خالد زيد أبا أيها الأنصاري كان له حال عجب لما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه في المدينة بعد الهجرة كان بيت أبي أيوب من طابقين فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في الطابق السفلي وإذا بأبي أيوب يصعد إلى الطابق العلوي فتذكر ليلة وقال أكون على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به يبيت ليلته في جانبه فلما أصبح قال يا رسول الله لا أعلو ثقيف أنت تحتها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليغشاني أصحابي هذا يأتي لسؤال أو غير ذلك أو يريد حاجة يغشاني أصحابي فما وافق حتى جعل النبي يصعد إلى الطابق العلوي وما نزل عن كلامه وما وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي في الطابق السفلي وإذا به يجهز طعاما ويرسله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من عادته إذا رجع الطعام أن ينظر مكان أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي أكل منه النبي فيأكل منه فإذا به يرسل طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم فيرجع الطعام كما هو ففزع فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحرامه قال لا ولكني وجدت فيه ثومة في رواية بصلة وإني أناجي من لا تناجي النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه الملائكة والملائكة لا تحب هذه الرائحة فلما قال بأيوب للنبي أحرام هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا بأيوب يقول أكره الذي تكره يا رسول الله أو أكره ما كرهت يا رسول الله تخيل كيف وصل الحب إلى هذه الدرجة أن لا يأكل طعام لا يأكله النبي صلى الله عليه وسلم لعلة مع أنه غير حرام وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد ضرب جابر بن عبد الله أروع مثل في غزاة الأحزاب من العام الخامس من الهجرة حينما قال جابر رضي الله عنه عرضت لنا كدية صخرة وكانوا يحفرون الخندق فإذا بهم يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي يأخذ المعول ويضربها فإذا هي كثيبا أهيل أو أهيم تفرقت حتى أصبحت رمالا ليس فيها صلابة فإذا بجابر يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه من الجوع ويقول كان لنا ثلاثة أيام ما أكلنا طعام فذهب لزوجته وقال رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم لا صبر لي علي رأيت في النبي أن النبي لم يتكلم لكن هذا حال المحب يرى من حبيبه ما لا يتكلم به يرى من أمره ما يحتاجه من غير أن يتكلم به فإذا بزوجتي تخبر أن عندها عناق صغير عنز صغير ما اقتربت من السنة ما تجاوزت السنة وأن عندها بعض الشعير فأمرها أن تجهز الطعام ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه جهز طعاما قليلا يكفيه واثنين معه فإذا بالنبي ينادي في أهل الخندق ويأمر جابر أن لا يكشف الإناء من على النار حتى يأتي ويأكل الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله مع أصحابه حبابي بارك الله لي وإياكم في القرآن العظيم وهداني وإياكم إلى صراطه المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم